اشتركوا في القناة الأسبوع من سكاينيوز عربية باريتة بعلوم ودعت المملكة العربية السعودية الملك عبدالله بن عبدالعزيز فيما وعد خليفته الملك سلمان بمواصلة السير على نهج أسلافه الملك الجديد سارع إلى تعيني الأمير محمد بن نايف ولياً لولي العهد حاسماً بذلك مسألة انتقال الحكم في البلاد إلى الجيل الثاني وعلى الرغم من الانتقال السلس للسلطة في المملكة إلا أن تحديات كبيرة تواجه القيادة الجديدة من أهمها الإرهاب ومواجهة التطرف في المنطقة ترأس موكب الجنازة صعب لا محل على الملك سلمان بن عبدالعزيز لكنه لن يكون أصعب من قيادة البلاد في المرحلة المقبلة التساؤلات التي دارت في أذهان البعض بشان التغييرات التي قد تهم السياسة الداخلية أو الخارجية للسعودية تلاشت عند أول خطاب للعاهل السعودي حيث تعهد بمضي بلاده على النهج الذي صارت عليه منذ تأسيسها أيها الأخوة الأبناء المواطنين والمواطنات إنني قد شاء الله أن نحمي الأمان العظمى أتوجه إليه سبحانه مبتهلا يمدني بعونه وتوفيقه وسألوا أن يرين الحق حقا وأن يزرع اتباعه وأن يرين الباطل باطلا بزرع اجتنابه وسنظل بحول الله وقوته المسكين بالنهج الخويم الذي صارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسه على المشاب العزيز رحمه الله أول خطوة تلت الخطاب هي الإعلان عن ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف وتعينه وزيرا للداخلية ليصبح بذلك الأمير محمد بن نايف التالي في ولاية العرش بعد ولي العهد الأمير ميجرين تحرك رآه البعض حاسما لوضع حد للتكاهنات بشأن مصار الخلافة الملكية كثيرة هي التحديات التي تنتظر العاهلة السعودية الجديدة لكن الخمسين سنة التي يمضاها كأمير لمنطقة الرياض ركمت خبراته القيادية وقلصت المسافة بين الأسرة الحاكمة والقاعدة الشعبية علاقته جيدة بأهم القبائل ورجال الدين المحافظين ويتمتع بعقلية حديثة ومنفتحة حسب المحيطين بها معادلة صعبة الموازنة للدفع بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع احترام تقاليد المجتمع المحافظة ولعل ترأسه وزارة الدفاع من قبل قد يساعد العاهلة السعودية الجديد على مواجهة التهديدات الأمنية التي تطل برأسها عبر الحدود اليمنية فالتوأقعات بتحرك سعودي لوضع حد للانفلات الذي يعيشه اليمن لا تتوقف منذ سيطرة الحوثيين على الجار الجنوبي للمملكة وارث الملك سلمان بن عبدالعزيز عن سلفه أجندات المنطقة الثقيلة التي قد لا يتغير التعاطي معها كثيرا ومن غير المرجح ينحيد الملك سلمان عن سلفه الملك الراحل عبدالله فيما يتعلق بالتحالفات الخارجية المقربون من مركز القرار يؤكدون تعزيز علاقات المملكة مع حلفائها التقليديين كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا خلال ترأس العاهل السعودي وزارة الدفاع كما أن اتصاله بالحكومات الأجنبية كان أكثر من غيره من كبار أفراد الأسرة الحاكمة خلال الفترة التي كان فيها أمير الرياض إذن ينضم إلينا مدير مؤسسة الهتلان ميديا الدكتور سليمان الهتلان دكتور سليمان مرحبا بك معنا في الأسبوع يعني ربما الحديث الأبرز في هذه الآوينة عن تغيير في السعودية ولكن نعلم أن الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز كان يعاني مشاكل صحية وولي العاهل الجديد الملك سليمان كان رجل نافذ في الدولة كان أمير الرياض وضليع بالأمور السياسية داخليا وخارجيا هل يصح هنا أن نتحدث عن تغيير في السياسة السعودية؟ كما أولا الملك الجديد الملك سليمان بن عبد العزيز أكد بأنه سيسير على نهج أسلافه والسياسة الخارجية كما هي السياسة الداخلية في السعودية لا ترتبط بقرارات شخصية أو قرارات فردية ولكنها حقيقة هي مرتبطة بفكر مؤسسي بمعنى أن السياسة الخارجية ترسم تبعا لظروف إقليمية وتبعا لمصالح متجددة وتبعا لظروف كثيرة في المنطقة وخارجها هناك فريق يرسم السياسة الخارجية وأكيد الملك في الأخير هو لديه المكانة التي تعطيه صلاحية القرار النهائي ولكن لا أعتقد أن هناك شفت أو تحول كبير جدا في السياسة الخارجية وإنما هي أحيانا السياسة الخارجية لأي بلد في السعودية أو خارجها تخضى لمجموعة عوامل خارجية تداعيات أحداث معينة أحداث متجددة ولكن كفلسفة لا أعتقد أن هناك تحول دكتور سليمان من العوامل الخارجية التي تلعب دورا يرى البعض أنه باتت حدود السعودية خطيرة نتحدث هنا عن الحدود المتعلقة بالعراق واليمن هل يستدعي ذلك تحرك من السعودية ماذا نتوقع اليوم خاصة مع القيادة الجديدة والتغييرات التي رافقتها ماذا نتوقع في هذا الملف الخطر على الحدود أنا أعتقد أن هذا القضية تحديدا تأتي في سياق فلسفة السياسة الخارجية السعودية هي ليست وليدة اليوم حتى نتوقع أن يكون هناك قرار مفاجئ تجاه هذه المخاطر قضية الحدود مع العراق أو مع اليمن قضية الخلافات مع بعض الدول الإقليمية مثل إيران ليست جديدة يعني عاشتها السعودية لعقود طويلة جدا وتعرف كيف تتعامل معها وتعرف متى تتحرك ومتى هناك الخط الأحمر في حالة الخطر حتى يكون هناك تحرك الجيد في الموضوع أيضا بأنه شخصية مثل سمو الأمير محمد بن نايف وهو الآن ولي ولي العهد هو أيضا مرتبط بهذه الملفات منذ زمن طويل جدا فبالتالي هو الآن أيضا أصبح أقرب لصناعة القرار تماما وعند هذه النقطة أودا أسألك تعيين الأمير محمد بن نايف وزير للداخلية وكان له باع طويل في هذه المسألة رغم صغر سنه وكان حتى مستادف للقاعدة يقال بأنه العدو الأول للقاعدة ربما في السعودية هل هناك رسالة معينة لنتحدث هنا فقط عن الإرهاب يعني تنظيم الدولة خارج السعودية بل عن الداخل والسعودية شهدت عدد من الأعمال الإرهابية مؤخرا الأمير محمد بن نايف مشهود له يعني على محل إجماع بأنه نجح في واحد من أصعب الملفات الداخلية في السعودية وهو ملف الإرهاب وتداعياته خارج المملكة أيضا شخصية فعلا قيادية شخصية نجحت في ملف من الملفات الصعبة جدا مثل ما اتفضلتي هو يعني يحسب بأنه ربما عدو ليس القاعدة فقط ولكن عدو الإرهاب الرئيسي في المملكة وربما خارجها كل هذه المحصلة الكبيرة جدا من الخبرات المتراكمة في مواجهة تحديات الأمنية وعلى رأسها الإرهاب أنا أعتقد أنه تعطي يعني مكانة أكبر لهذا الموقع وتعطي دلالة أكثر وضوحا بأن محمد بن نايف في هذه المرحلة تحديدا هو الرجل المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب أيضا يجري الحديث يعني عن تمثيل يعني خلال مراسم الجنازة وما سيتلوها من يعني وفود أجنبية كان لافت التمثيل الإيراني وزير الخارجية سيحضر إلى السعودية يراها البعض بادرة ربما استغلال لفرصة ما في تحسين بعض من العلاقات أو على الأقل كسر الجمود ما رأيك في ذلك هل بالفعل يمكن استغلال مثل هذه الفرصة ربما ولكن يعني مهما نعرف بأن الملك عبد الله رحمه الله هو شخصية استثنائية بكل المقاييس حتى مع من يختلف معه سياسيا له مكانته ولو احترام ولو تقديره ولو فعلا الرجل بصراحة بصدقه في تعامله معه حتى منافسيه السياسيين خارج المملكة قد أيضا إيران كلاعب سياسي فاعل في المنطقة نختلف معه كثير أكيد ولكن يبدو أنه أيضا في المسائل السياسية هناك يعني رسائل قد تستثمر بعض الأحداث بعض المناسبات لإرسالها أيضا هناك البعد الإنساني في العلاقات السعودية مع دول الجوار ودول مهمة بما فيها إيران مهما كان الخلافة تظل السعودية هي ترى نفسها هي رعية المنهج الوسطي الإسلامي واضح هناك نوع من التوازن حتى مع الدول التي هناك اختلافات كبيرة في السياسة مثل إيران البعض يعتقد أنه حل كثير من الإشكالات في العراق في اليمن في لبنان في سوريا مرتبط أيضا بالعلاقة مع إيران هل يمكن أن تنتهج السعودية أو تنحو بهذا الاتجاه برأيك لكل تلك الأوراق نعم لكن نرجع للسياسة السعودية باتجاه إيران واضحة تماما هناك ملفات يعني ليس هناك موقف شخصي معادي يعني تحديدا لإيران ولكن هناك ملفات على إيران أن تتعامل بمرونة معها هناك مخاطر حقيقية من حق السعودية والدول الخليج أن تكون حذرة تجاهها هناك تدخلات إيرانية واضحة تماما في كثير من القضايا العربية وانعكاساتها على الأمن الإقليمي أو الأمن القومي للمنطقة العربية والسعودية لا يمكن أن تتنازل عنها ولا يمكن أن تتساهل تجاهها الأدوار التي تلعبها في اليمن الأدوار التي لعبتها في العراق الأدوار التي تلعبها الآن في سوريا إلى آخره هناك ملفات أساسية جدا لا يمكن أن نوالله بزيارة أو بوعود معينة لابد من إجراءات عملية فعلا لابد أن تغير إيران أولا من سياساتها تجاه المنطقة حتى تتعامل معها دول المنطقة بما فيها السعودية بإيجابية بالحديث دكتور سليمان عن دول المنطقة تحديدا دول عربية كان من المفروض أن أسأل كان لافت أنه على عديد من الدول العربية أعلنت الحداد حتى الدول غير الخليجية هناك دول أعلنت الحداد بين ثلاثة أيام ووصلت حتى أربعين يوما كما في الأردن قد يستغرب كثيرون ربما الحداد الطويل ما دلالت ذلك برأيك؟ هي دلالتين أولا مكانة الملك عبد الله الله يرحمه وتأثيره ومحبة الناس له بالداخل وبالخارج وأيضا مكانة المملكة العربية السعودية كدولة محورية في منظوم الدول العربية وعلاقاتها وتأثيرها الاقتصادي والسياسي بكل أبعاد وبالتأكيد فطبيعي جدا أن تكون هذه المكانة للمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى المكانة الخاصة لشخصية استثنائية مثل الراحل عبد الله بن عبد العزيز الله يرحمه أيضا هذا تحدثنا عربيا ربما دوليا قليلا لندخل أكثر في السياسة الداخلية السعودية تحديدا اجتماعيا البعض رأى في دخول جيل الأحفاد على ترتيب ولاية العهد أمرا لافتا البعض يستبشر خيرا في ربما إصلاحات اجتماعية ضرورية متعلقة بحقوق المرأة والمجتمع ماذا ينتظر السعوديون اليوم من القيادة الجديدة؟ وحقيقة هي في كثير من المشاريع الإصلاحية بدأت وبدأها الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز وعلى رأسها في ظني أنا في تقديري الشخصي مواجهة التطرف والإرهاب ومحاولة صياغة خطاب ديني أكثر واقعية مع الزمن وأكثر قربا من تحديات العصر نعتقد بأن المسيرة ستستمر خاصة بأن التغييرات أو الإصلاحات التي تحققت في عهد الملك عبد الله لم تكن قرارات فردية إنما جاءت ضمن قرارات مؤسسية للمؤسسة السياسية السعودية أبرز هذه الإصلاحات برأيك تعلم أن هناك كثير من إشارات الاستفهام حول موضوع الإصلاحات الاجتماعية تحديدا والحريات أبرز ما تم تحقيقه وربما يجري المضي قدما فيه نعم يشهد للملك الراحل وأيضا بفريقه بما فيهم اليوم المؤسسة السياسية الجديدة في السعودية بأن هناك مواجهة حقيقية مع خطاب التطرف الملك عبد الله دعا أكثر من مرة علماء الدين بأن يتركوا الكسل وأن يواجهوا تحديات الخطاب الديني المتطرف في السعودية تمكين المرأة كان من المنجزات الكبيرة جدا للملك عبد الله رحمه الله ابتعاث عشرات الآلاف من الطلاب السعوديين إلى جامعات عالمية المدن الاقتصادية الكبيرة جدا خلقت ثقة في الاقتصاد السعودي وفي بدائل جديدة للاقتصاد السعودي كثير حقيقة من المنجزات تحققت في وقت قصير لكن التحديات تتجدد وتستمر وبالتالي هناك أجيال قادمة تطمح لمزيد من الانفتاح ومزيد من الإصلاحات على المستويات كلها اقتصادية واجتماعية وسياسية شكرا جزيلا دكتور سليمان الهتلان مدير مؤسسة الهتلان ميديا شكرا لمشاركتك معنا في الأسبوع إذن مشاهدينا بذلك ننهي أول ملفاتنا لهذه الحلقة بعد قليل ملف جديد وقضية أخرى إضافة إلى استعراض سريع لمختلف الأحداث التي شاهدها الأسبوع المنصرم بعد الفاصل لا يرى اليمنيون أن تحرك الحثية الأخير سيقف عند الاتفاق مع الرئاسة والحصول على مبتغ الحركة المعلن هو ليس سابق ولكنه يكرس مبدأ البقاء للأقوى تحرك مرشح للتكرار في كل مناسبة وتحت كل ظرف فهل ستكون النهايات دائمة بإمساك العصى من الوسط أم سيتجرأ الطرف على كسرها أحداث متسارعة في اليمن كانت بدايتها بعيد استقالة مستشار الرئيس لجماعة الحثيين صالح أصمات وانسحاب ممثلي المؤتمر والحثي من اشماع هيئة الرقابة على المخرجات لم يمر يومان حتى اختطف الحثيون أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب الرئيس اليمنية في السابع عشر من يناير الجري وسط العاصمة صنعاء مطالبين بضرورة تعديل مسودة الدستور الجديدة على إثر هذا الموضوع بدأت المفاوضات بين الحثيين والرئيس عبدرب منصور هادي مفاوضات خرجت بموافقة الرئاسة اليمنية على مطالب الحثيين وقبول الأخيرة بالإفراج الفوري عن بن مبارك وفقا لنص الاتفاق لكن الجماعة لم تفرج عنها الشركات النفطية في محافظة جوة جنوب شرق اليمن أوقفت عملها احتجاجا بينما أغلقت المؤسسات الحكومية أبوابها ردا على اختطاف بن مبارك واندلعت الاشتباكات حول محيط دار الرئاسة وأغلقت شوارع الرئيسية في صنعاء وحوصر رئيس الوزراء في القصر الجمهوري الاشتباكات استمرت طوال يوم كامل ووصلت إلى محيط منزل الرئيس هادي فما كان على الرئيس إلا إن دعا إلى اجتماع كافة القوى السياسية لتدارك لها رئيس عبد الرب منصور هادي رئيس لديه خيارات تقديري أنه يعيش بحالة تنفس صناعي في رئاسة الدولة وأتصور أن التحركات الدولية وحدها هي التي ستسهل الطريق لانتقال السلطة ربما بشكل يحافظ على بقاء الدولة معدى ذلك فأنا أعتقد أن جماعة السلاح إذا ظلت جماعة السلاح وهي تحكم اليمن فإن سقوط الدولة أسرع من سقوط النظام تم تشكيل لجرة لوقف إطلاق النار ساد على إثرها هدوء حذر مباشرة بعد ذلك تمت السيطرة على دار الرئاسة من قبل جماعة الحوثيين تفاوتت آراء الشارع حول بيان الرئاسة بين الرئيس والحوثيين إن شاء الله نتفاول بخير بعد الاتفاق الذي تم أمس بين الرئاسة وبين أنصار الله وإن شاء الله تهدى الأمور ترجع الحياة إلى طبيعتها في صنعنا إنما قام مع خارج عن القانون ضعفت سلطة الرئيس ليكون مقبراً على التوقيع على هذا الاتفاق لذلك نحن ومعظم الشعب اليمني لا يهتم بمدى تنفيذ هذا أو عدم تنفيذي الانسحاب الفوري من دار الرئاسة ومن محيط منزل الرئيس كانت أحدى بنود اتفاق الرئاسة لكن جماعة الحوثيين لم تنسحب بدعوة الإشراف على التنفيذ نحن على أساس نحن نسير الناس ونعمل الناس نحن نخدم هذا الشعب نحن نقيم أن يعمل استقرار خدمة إنسانية لم يأخذ اليمنيون أنفاسهم جراء التطورات المتسارعة التي حدثت طوال أسبوع كامل حتى قدمت الحكومة اليمنية برئاسة خالد بحاح استقالتها بعدها مباشرة قدم الرئيس اليمنية استقالته معتبراً أن بلاده وصلت إلى طريق مزدود وسط هذه التطورات المتسارعة والفراغ المؤسساتي الذي تعيشه اليمن حالة غموض تسيطر على المشهد السياسي اليمنية في ظل ترقب الشارع إلى ما ستأول إليه الأوضاع وإلى العنسي سكاينيوز عربية سنعا ينضم إلينا من القاهرة مستشار المركز الأقليمي لدراسات المستقبلية دكتور محمد مجاهد الزياد دكتور محمد مرحبا بك معنا أحداث كثيرة عاشتها اليمن اختطاف ثم قالوا انقلاب اقتحام مقر الرئاسة حصار الرئيس دات كل هذه الأحداث قيل اتفاق وثم استقال الرئيس ورئيس الحكومة كيف تصرف وضع اليمن اليوم؟ كل ما تم من الحوسيون الحوسيون الإجراءات التي اتخذوها كلها مخططة منذ البداية وهذه هي نهايتها الطبيعية يعني لم يكن هناك شيئا جديدا في ممارسات الحوسيون في اليمن فالنهاية كانت هي امتلك القرار بصورة رئيسية وفرض وجهة نظرهم على الرئيس هادي وتدرجوا في مثل هذه الأمور وكلما طرحوا أفكارا أو طلبوا مطالب تقدم الرئيس بالتنازلات الاتفاق الأخير كان اتفاق إزعان بالدرجة الأولى طلبوا مطالب كثيرة أو حددوا مواعيد لتنفيذها وطلب منهم الرئيس ووفقوا على بعض المطالب لم يحددوا موعدا لتنفيذها ومع ذلك وفق الرئيس يعني لم يلزمهم ببرنامج زمني وألزموهم ببرنامج زمني لتنفيذ مطالب وأكثر من ذلك قالوا أنهم سابقون جزء من قواتهم لمحاصرة قصر الرئاسة لتنفيذ هذه المطالب واضح دكتور محمد لأنهم كانوا هذه الطلبات تنفذ لأنهم كانوا مسيطرين ليس فقط على العاصمة سيطروا على كل مفاصل الحياة في العاصمة وفي اليمن ولكن اليوم اللي نناقش فيما حصل اليوم في هذا الأسبوع يبدو أن الأمور مجمدة يعني لا وضوح اليوم في الرؤية يعني ليس انقلابا والبرلمان حتى سيقول أنه سيدرس موضوع استقالة الرئيس البرلمان هو الجهة الوحيدة التي لم تستقيل حتى اليوم ماذا يعني عندما يدرس البرلمان استقالة رئيس في مثل هذه الظروف؟ وهو هذا اللي ما اختلف معك فيما أذكره لا يسا جديدا هذا الأسبوع هو ما حدث فيه ذلك هو ما حدث فيه محاصرة الرئيس أنا في اعتقاد الشخصي أن استقالة الحكومة هي التي دفعت الرئيس للاستقالة ممارسات الرئيس على مدى الشهرين الماضيين كان لديه الاستعداد لأن تقديم تنازلات لكن استقالة الحكومة كشفت الموقف بصورة واضحة فاضطر الرئيس للاستقالة الحديث اليوم هو ما يجري البرلمان لم يرفض الاستقالة لأن البرلمان لم ينعقد حتى الآن فكيف سيرفض الاستقالة؟ شوارع المحيطة للبرلمان محاصرة ربما يستطيع أن ينعقد يوم الأحد وحسب الدستور اليمنية يستطيع أن يرفض الاستقالة معناها أن الرئيس اليمن عاد كما هو وطبخا لما تم في خلال هذا الأسبوع من انتصارات ومن مكاسب حققها الحوسيون أما طالب الرئيس في الاتفاق لم تتضمن انسحاب الحوسيين من صنعاء لكن الانسحاب من حول قصر الرئاسة وما يعني أن الحوسيون حققوا كل ما يريدون ووصلوا إلى ما يريدون وعدلوا في الدستور إذا المكاسب واضحة الصورة الآن في اليمن هي الحوسيون حققوا معظم المكاسب الرئيس اليمن ربما يعود برفض البرلمان إلى ما كان عليه طبقا لهذا الموضوع ويبقى الأمر مطلوب مطالبا في حوارا آخر بين الحوسيون وبين الرئيس لربما تقديم تنازلات ربما دكتور محمد هنا عندما نذكر كلمة حوار ربما يعني تكون غريبة الكلمة في ظل يعني عندما يقتحم الحوسيون مقر رئاسة يصادرون محتويات يسيطرون عليه يحاصرون مقر الرئيس يعني أي مجال لحوار هنا حوار طبقا لأجندة الحوسيين حوار يتحدث عن رفض تقسيم تعديل الدستور بما يتوافق مع مطالبهم اللي اعطاهم حسب الاتفاق مناصب في المؤسسات العسكرية والأمنية كل هذا يجب أن يطرحه الحوسيون لتنفيذه قبل الانسحاب طيب أنا هنا أسأل لماذا الحوسيون اليوم وهم بهذه القوة بحاجة لحوار أو بحاجة لطرف آخر يساعدهم لا هو بحاول البحث عن غطاء شرعي للممارساتهم غطاء شرعي لا أكثر حتى لا يتحتس لا يزداد الاحتقان ويحرقون خسار لأنه لا يستطيع أن يقود الدولة ما يحدث في محافظات الجنوب ينزر بانفصال الجنوب ويعطي مبررا للجنوب وهو يحاول أن لا يعطي هذه الفرصة حتى لا تسبب في القسام أكثر بعض القوى القبلية بدأت تستعد لمواجهات قبلية معهم وهم لا يريدون أن يصلنا إلى هذا هناك أربع محافظات حتى في الجنوب رفضت الخضوع لأي أوامر من صنعاء وهم يؤيدون الرئيس عبد الربو منصور أصبحوا خمسة بانضفاء شبو هذا المساء أصبحوا خمسة محافظات طيب ماذا نتوقع هنا وهذا متوقع الجميع يتحدث أن ربما الجنوبيون في هذه الحالة يستغلون كل هذه الفوضى ويسعون لتحقيق حلمهم من جديد الانفصال يعني أنا أعتقد أننا في حاجة إلى ضغط خارجي يمارس لأن هناك موقف خارجي أو موقف المتحدة الأمريكية موقف يدعو للتساؤل اليوم هناك تصريح من البيت الأبيض بأنه ليس متأكدة من قدرة إيران على فرض سيطرتها الحوسيين وأن ما يحدث في اليمن حتى الآن لا يعطي فرصة أكثر للقاعدة أي بوضوح لا تهديد للمصالح الأمريكية في اليمن رغب كل ما يجري فيه إذن هناك رضا بما يتم وهذا ما ينزر بأن الفترة القادمة سيكون فيها مزيد من الاحتقان والمواجهة بين القوى السياسية رضا أمريكي دكتور محمد أو رضا عالمي بما فيه دول المجاورة ودول الخليج لأن الكثير أيضا استغربوا كيف تترك اليمن إلى هذه المرحلة من دون أي تدخل يذكر غير القرارات مجلس الأمن والمبعوث الدولي وإلى ما شابه من جلسات حوار أعتقد دول مجلس التعاون الخليجي جاءت متأخرة كثيرا في اجتماعها الوزار الأخير والتي شجبت به ما يتم وأكدت أنه انقلاب وكان ذلك بعد فترة طويلة لم تتخذ قرار فيها والنقطة الثانية أن ليس فقط الولايات المتحدة ولكن مجلس الأمن المعني بالموضوع عقد جلسة استماع فقط وجه فيها نداء للحوسين للانسحاب من حول قصر الرئاسة ولم يتحدث عن انسحابهم من المدن التي استولوا عليها والمؤسسات والوزارات الموقف الدولي مرتبك ومتواطئ إلى درجة كبيرة والقوى السياسية في اليمن على وشك المواجهات فيما بينها أكضا دكتور محمد مع كل ما حصل لا تزال البعث الأممي المبعوث جمال بن عمر لا يزال يعمل في هذا الإطار وما زال يتحدث عن حوار وما زال يتحدث عن اتفاق السلم والشراكة في أي إطار يمكن تنفيذ ذلك هل نعود إلى مسألة الحوثيين وحاجتهم إلى أداة في اليمن هل يمكن حتى الأمم المتحدة أن ترعى الأغراض الحوثية في هذا الاتجاه يعني أنا لا أكون متجنيا إذا قلت أن السيد بن عمر هو عرب ما تم من الحوثيين لأنه كان مكلفا بأداد تقرير شهري عن ما يتم وطوال هذه الأيام يتمدد الحوثيين وتقاريره الشهرية لم تدفع مجلس الأمن لاتخاذ موقف تحت الفصل السابع كما هو مقرر لأنه يقدم فقط تقارير يعني القرار ليس بيتم لم يقدم لا أي أنا أعلم زيك لكن لو قدم تقارير أشار فيها إلى تجاوزات التي يقوم بها الحوثيين ربما دفعت تلك التقارير مجلس الأمن لاتخاذ موقف أكثر وضوحا ما زال يتحدث الآن عن حوار لكنه لا يتحدث عن عودة الحوثيين إلى أماكنهم لا يتأم الحوثيين بتجاوز ولكن هذا الموضوع عفوا دكتور محمد كان يحصل على مرأة من العالم كله يعني عندما انتقلوا من سعدة ونزلوا إلى الجنوب كان هذا يعني كل عالم كان يشاهد وكان ليس سرا موضوع تقدم الحوثيين ولكن نتساءل هنا في داخل اليمن عفوا الحديث عن عودة علي عبد الله صالح والتعاون بينه وبين الحوثيين ما سناريو المقبل الذي يمكن هل نتوقع عودة مباشرة للرئيس اليمني السابق لا أعتقد أن الساحة اليمنية أو الظروف تسمح بعودة الرئيس السابق لكن ربما تسمح بعودة حزب لأن حزب ما زال يتمتع بشعبية وما زال له النفوس في كثير من المؤسسة الدولة وما زال مطروحا أن يطرح ابنه أحمد كشخصية جديدة أو شخصيات أخرى من داخل الحزب يكون لها وجود في الحوار الذي يتم الرئيس اليمني وحزبه يطالبون بانتخابات مبكرة ليحتكموا إلى الشارع خلال الانتخابات المجلس الرئاسي المزمع والتي تسعى يسعى الحوثيين لوجوده سيكون فيه تمثيل أراده أو لم يريده اليمنين لحزب الرئيس علي عبد الله صالح لأن له النفوذ الموجود برغم ما كان الرفض الدولي له ما زال كتلة سياسية وما زال رقما موجودا حزبه والقوى المرتبطة به عسكرية وأمنية وسياسية أنا تساءل هنا عن الشارع اليمني دكتور محمد في كثير من الأماكن خاصة في تعز مثلا الجنوب أيضا تعلم مظاهرات كثيرة خرجت تندد بما يحصل تطالب الرئيس بأن لا يستقيل ولا يستجيب لمطالب الحوثيين هل الشعب كلمة في هذه الأثناء فقط مجرد مظاهرات والقوة هي التي ستحكم بالنهاية سواء كان علي عبدالله الصالح الذي قامت ضده ثورة أم الحوثيون المرفوضون من شرائح عديدة يعني هي المظاهرات لم تكن مظاهرات ضخمة كلها عشرات أو مئات في بعض الأحيان عندما كانت عدة ألاف وأعتقد أن المظاهرات الجنوبية فيها شقين شق رفض الممارسات الحوثيين بما يتم وشق آخر يحركه الحراك الجنوبي الذي طالب منذ فترة طويلة باستقلال الجنوب بغض النظر عن ممارسات الحوثيين من عدمه ويسعون إلى قومة الدولة الجنوبية وبالتالي هناك خلط ما بين السببين لمواجهة الحوثيين فيما تعلق بالرئيس علي عبدالله صالح وحزبه أعتقد أن علي عبدالله صالح انتهى لكن ربما من داخل الحزب يبدو قوة سياسية موجودة سوف تحكم وسوف تشارك في اتخاذ الخرار في الفترة القادمة أشكرك جزيلا الدكتور محمد مجاهد الزيات مستشار المركز الأقليمي للدراسات المستقبلية من القاهرة إذن بعد الفاصل نذهب إلى استعراض سريع لمختلف الأحداث التي شاهدها الأسبوع المنصرين مع سامي قاسي مع مطلع الأسبوع غيب الموت سيدة الشاشة العربية فاتن حمام عن عمر ناهز 84 عاما إثر وعكا صحية وقدمت سيدة الشاشة العربية ما يزيد عن 103 أفلان في مسيرتها الفنية أبرزها دعاء الكروان وأخرها أرض الأحلام كما قدمت أدوارا مميزة حفرت في ذاكرة التاريخ السينمائي ومن العراق عد مرسلنا تقريرا عن ازدهار تجارة الأثاث والمواد المنزلية المستعملة في العراق ويعد خان المدلل وسط بغداد أحد أهم الأسواق التي يتم فيها بيع المواد المستعملة بأسعار رخيصة والتي يتهافت عليها الفقراء يوم الأحد أجرت سكاي نيوز عربية حوارا خاصا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السيسي شدد على أن المصالحة مع من مارس العنف في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان المسلمين قرار يعود للشعب المصري في القنيطرة السورية قتل الجنرال محمد علي الله الدادي وعدد من عناصر حزب الله في غارة جوية إسرائيلية على خط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل يوم الاثنين أعددنا تقريلا عن مزرعة فلسطينية أنشأها شبان فلسطينيون نجحت في إنتاج الفطر من نوع القطن الأبيض في فلسطين للمرة الأولى ويسعى أصحاب المزرعة إلى أن ينافس إنتاجهم الفطر الإسرائيلي الذي يغزو الأسواق الفلسطينية ومن قصصنا الإخبارية من العراق عدم رسلنا تقريلا عن حياة السجناء في السجن المركزي في السليمانية حيث يعمل عدد من الأساتذة والمختصين في مجالات الفنون الجميلة من نزلاء السجن على تعليم العشرات من أقرانهم الفنون الموسيقية والرسم بغية تأهيلهم مهنيا قبل إعادة دمجهم في المجتمع يوم الثلاثاء قال محافظ نينة وأثيل النجيفي إن معركة الموصل ضد تنظيم الدولة باتت وشيكا وضف النجيفي في تصريحات السكاي نيوز عربية أن هناك استعدادات جارية على قدم وساق من طرف الأهالي للمشاركة في الحرب من أجل دحر المتطرفين وفي العراق التقت سكاي نيوز عربية عددا من الأيزيديين الذين أفرج عنهم من طرف تنظيم داعش وكان التنظيم أطلق صراحة 196 أيزيديا كان يحتجزهم منذ ستة أشهر من المسنين والمرضى والأطفال دون سن الخامسة في حين لا يزال يحتجز المئات من الرجال والنساء يوم الإربعاء أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا عن حقوق المرأة في لبنان ويشير التقرير إلى أن قوانين الأحوال الشخصية لا تساوي بين المرأة والرجل كما صلت التقرير الضو على حالات عنف وتمييز ضد نساء من الطوائف الدينية كافة فيما يتعلق بمسائل الزواج والطلاق وفي غزة أعدى مرسلنا تقريرا عن تمكن فلسطيني من إعادة بناء بيته الذي دمره الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة الصيف الماضي بطريقة جديدة تخطى خلالها عقبة شح مواد البناء وأعيد بناء المنزل باستخدام الحديد والصفيح ريثما يتم إدخال مواد إعادة الإعمار إلى غزة بشكل كافي يوم الخميس انتقى وزراء خارجية 21 دولة وممثلوا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في اجتماع بلندن لبحث الجهود الدولية للتصدي لتنظيم الدولة ويبحث المجتمعون مدى التقدم الذي أحرزه التحالف الدولي في محاربة داعش والحد من تدفق المقاتلين الأجانب وتجفيف منابع تمويل التنظيم المتطرف في مصر قضت محكمة النقضة المصرية بقبول الطعن على حكم ببراءة أربعة ضباط شرطة في قضية تتعلق بمقتل عدد من أنصاري الرئيس المصري السابق محمد مجسي أثناء ترحيلهم في منطقة سجون أبو زعبل بمحافظة القليوبية الآن عودة إلى رتة الليبيون من غدامس إلى جنيف والآن إلى أين؟ الكل يبحث عن حل أعي المبعوثين الدوليين قبل أن يتعب الأطراف نفسها فرص الحل وغياب الفرقاء يطرح القضية دوما للتصعيد بدل توقع التهدئة والخروج من عنق الزجاجة من غدامس في عمق صحراء إلى بحيرات جنيف ومنها لربوع تونس يطرق الليبيون أبواب الحوار بعد أن أرهقتهم سنوات لاقتتال جولة مكوكية قام بها مبعوث الأمم المتحدة برناندين يوليون استغرقت شهورا إلى أن تمكن من إقناع بعض أطراف الأزمة الليبية للجلوس معا جلسة استكشافية استضافها مقر الأمم المتحدة في جنيف غابت عنها أطراف فاعلة في الأزمة خاصة من يملكون السلاح 16 شخصية شاركت في اللقاء منهم وفد من مجلس النواب وبعض الأعضاء المقاطعين وأعضاء من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته المشاركون أبدوا تفاؤلا حذرا حول سير اللقاء وقالوا إن الجلسات عقدت في أجواء إيجابية الحكومة الليبية وفي بادرة حسن نوايا لتشجيع الحوار أعلنت عن وقف لإطلاق النار وإن كان لم يصمد على الأرض طويلا ولم يبخل المؤتمر الوطني في طرابلس بدوره عن إعلان مبادرة تشجيعية بإعلانه قبول المشاركة بشرط عقد الجلسات داخل ليبيا لكنه سرعان ما تراجع عن إعلانه بداعي عدم الالتزام بوقف إطلاق النار الأمم المتحدة لم تغلق الباب أمام محاولات لم الشملة المنظمة الدولية أكدت أن مشاورات جارية لتحديد موعد ومكان جلسة الحوار المقبلة مصادر أشارت إلى أن مثل هذه الجلسة ربما تعقد في مدينة غات أقصى الجنوب الغربي لليبيا غير أنه لم يصدر تأكيد بعد جهود الأمم المتحدة ومساعيها تهدف لتحقيق عدة أهداف رئيسية أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الليبيين ووضع مسودة دستور جديد وإنهاء الاقتتال والنزاعات المسلحة وبموازاة جهود الأمم المتحدة استضافت تونس لقاء الليبيا آخر ولبلوغ نفس الغايات نحو خمسين شخصية الليبية حضرت الاجتماع الذي عقد بأحد فنادق العاصمة التونسية بمبادرة من أحد المراكز النرويجية المشاركون أتوا من مصراطة والزنتان والبيضاء وزعماء قبائل من شرق ليبيا وممثلون للطوارق والأمازيل رعاة اجتماع تونس شددوا على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة لإنهاء الأزمة الذي سيفرح الليبيين هو عندما تخرج خارطة طريق واضحة المعالم بمدة محددة بآلية محددة بقوة مشتركة وأمنية تفتح الممرات وتفتح الطرقات وتحمي الناس وتؤمن لهم حياتهم طرق الحوار ربما تكون طويلة ومعقدة لكنها تبقي نوافذ الأمل مفتوحة لغد بلا رصاص أو صراع نضم إلينا من تونس رئيس ووفد البرلمان الليبي إلى مفاوضات جينيف محمد شعيب سيد محمد مرحبا بك معنا في الأسبوع اجتماع جينيف كان اجتماع وصف بالإيجابي توصل إلى نقطة جوهرية وهي الحكومة المشتركة وحكومة مثل كل الليبيين ولكن نتساءل ماذا بعد جينيف إلى أين نحن في الجلسة السابقة وهي كانت الجلسة الأولى بعد أن توقف الحوار أنت سيدة الكلمة تعلمين جيدا والسادة المشاهدين بدأنا الحوار من غدامس وكان الإقان إيجابيا ثم زرت بصحبة السيد بنكيمون طرابلس في زيارة أيضا لإثبات حسن نواي البرلمان وجلسنا مع السادة الزملاء الأعضاء في البرلمان ثم توقف قليلنا الحوار وعدنا مرة أخرى بمبادرة جديدة من البعثة الأممية الحلقة الأولى أو الجلسة الأولى كانت في جينيف في الأسبوع الماضي وحضرها عددا لبأس به اجتمعنا وقررنا ووفقنا على جدول العمل التي تقدمت ببعثة من المتحدة وكان من ضمن لهذا الجدول هو الاتفاق على حكومة أو حكومة وفاق وطني نحن نسعى إلى أن تكون هناك حكومة تمثل كافة الخريطة الجغرافية لبلادنا كافة المكونات كافة الرؤى السياسية بقدر الإمكان وهذه هي البداية الأولى ونحن ما زلنا نتلمس الطريق تمام ولكن سيد محمد حتى الآن على الأقل بالنسبة لنا لا نعلم أنتم أكيد عندكم معلومات أوفر وهذا ما نود سؤالك عنه ماذا بعد جينيف؟ يعني الاتفاق هذا والمقررات كانت ممتازة ولكن من سيتطبقها وما هي آلية تطبيقها؟ اتفقنا اتفقنا سيدة الكريمة بأن ستكون لنا حلقة ثانية أو جلسة ثانية في جينيف وسنغادر تونس إن شاء الله وسيكون الموعد يوم الاثنين القادم للجلسة الثانية الجلسة الثانية سنتشاور مع باقي الزملاء في آلية صنع القرار جينيف إذن لأن سيد محمد المؤتمر الوطني المنتهي الصلاحية كان مقاطع ثم عاد وقال أنه سيحضر بشرط انتقال الحوار إلى ليبيا ثم هو متذذب يعني يقول أنه سيحضر ثم يلغي الفكرة لماذا؟ ومن الأطراف؟ الحوار الحوار سيدة الكريمة بدأ والسادة والإخوة أو الذين يوجدون في طرابلس يعلمون بأن مسيرة السلام بدأت وكنت أعمل أن يتحقوا بهذا الحوار منذ البداية نحن اتفقنا مع الزملاء الذين حضروا في جينيف على برنامج عمل لهذا اللقاء واتفقنا أيضا بأن الجنسة الأخرى ستكون في جينيف سنمضي هناك وعندها سنناقش ما إذا كان جينيف مكان مناسب أو غيرها من وذنبية علما بأننا في البرلمان قررنا أكثر من مرة للسيد المبعث الدولي بأن نتمنى أن يكون المكان ليبيا أولا وليبيا ثانيا وثالثا إلا إذا تعذر لأسباب خارجة عن إرادتنا أو إرادة بعثة الممتحدة سنلجأ إلى تونس وأنا أعرضت عليه أن يكون الحوار لم يمكن في ليبيا فننعقده في تونس هذه المرة هل تم الحديث سيد محمد البعض يتسأل أنه سنقدم ثنازلات عفوا ولكن هل الحوار وحده يحل المشكلة البعض يتسأل عن الجماعات المقاتلة فجر ليبيا وأبعد من ذلك ربما داعش المتمركزة في درنا التي انتقلت مؤخرا ميليشيات منها إلى طرابلوس هل سيتم الاتفاق؟ من سيحارب أو سيمنع هذه الفصائل من القتال؟ الحوار كما تصوره سيد مبعث الدولي له عدة مسارب سيحاور على المستوى السياسي ما نحن نقوم به سيحاور المجموعات المسلحة بكل تنوعها سيحاور مدى البلديات تعينات معاملات المدنية سيحاور نشاطاء المشترم المدني سيحاور لعيان سيحاور بعض الشخصيات السياسية فكما تلاحظين الحوار شامل وله عدة مسارب نحن ما نقوم به هو ما يسمى ربما تسبية سبيل الحوار السياسي سيتولى سيد مبعث الدولي مناقشة ما أنت أشرت إليه من المجموعات المسلحة بكافة تنوعها ولكن أود أن ألاحظ هنا في كل الحوارات على بسطوة العالم عموما هناك في هذه المرحلة على البعتدلين وعلى العقلاء وعلى المتزلين اللي يلتفوا ويقفوا صفا واحدا وبالتأكيد سيكون هناك من لا يرضى بالحوار والذي لا يرضى بالحوار معنا هذا لا يرضى للسلم وفي ذلك هذا شأنه ولكن سيد محمد ربما من لا يرضى بالحوار ربما يفشل هذا الحوار وليس هناك تفاؤل كبير بشأن إنجاح هذه المرة وكانت هناك تجارب عديدة فاشلت ولكن اللافت أن المجتمع الدولي أوروبا تحديدا قالت أنها ستكون الفرصة الأخيرة وأن خيار الحرب خيارا ليس مقبول بالنسبة للأوروبيين والعالم هل هذا يلوح باحتمال تدخل أجنبي في حال فشل هذه المرة أنا سيدة الكريمة أنا متفائل من وحي تاريخ الشعب الليبي الشعب الليبي مر بعدة ما زالق في تاريخه في العربعينات والعشرينيات من القرن الماضي صار هناك احتكاك صار هناك قتال بين بعض المناطق وبعض القبائل وفي الأخير جلسوا الليبيين لجلسة واحدة وأستطاعون يخلق السلم أنا أعتقد أيضا هذه المرة الليبيين سيخرجون من أزمتهم أنا على كفة تامة بأننا سننتصر بالحوار ولا بديلة آخر للحوار يكفي دم يكفي رهاق رواح يكفي خراب للبلد أنا أعتقد الضمير العام لشعب الليبي حاليا في حالة يقضى وفي حالة من التفاول خلونا ننظر إلى نص المليان من الكاس بدل من نص الفارق في هذه المرحلة على اللقاء شكرا جزيلا محمد الشعيب رئيس وفد البرلمان الليبي إلى مفاوضات جينيف من تونس شكرا على المشاركة معنا مرسلنا لهذا الأسبوع وائل العنسي من اليمن الذي كان يغطي الأحداث على مدار الأسبوع هي أحداث كثيرة ربما ذكرناها خلال هذه الحلقة أهلا بك وائل أولا أسألك خلال تسارع الأحداث يعني اختطاف وحصار وقيلة انقلاب وكل ذلك يعني كيف تصرف لنا هذه التجربة في ظروف استثنائية كهذه بالتأكيد رتاء التجربة هي استثنائية بسبب أن صنعاء سقطت في أسبوع واحد في أسبوع واحد سقطت صنعاء واستقال الرئيس واستقالت الحكومة لم يحدث هذا الأمر في أي بلد وتسارع هذا الأحداث كان فعلا دراماتيكيا نوعا ما حاولنا قدر الإمكان كان هناك فعل ضغط كبير في مسألة كيف تحصل على الخبر بسرعة وكيف تتأكد من مصدره بطبيعة الحال عندما تكون هناك أحداث كثيرة دائما تتضارب الأنباء دائما الكثير الإشاعات تبدأ تأخذ مجالها في هذا الأمر أيضا إضافة إلى منافسة مع قنوات أخرى أنت تريد أن تحصل على سبق صحفي كل هذه العوامل كانت أيضا بالنسبة لي عامل رئيسي في كيفية أن أقوم بإيصال الخبر من مصدره في الوقت المناسب وهنا نتساءل ضمن الأوضاع الأمنية المتوترة والحوثيون مسلحون تبدو البلاد بحالة خطرة كيف تستطيع ممارسة العمل الصحفي المتلفز أليس هناك من خطر كيف تستطيعون التنقل في الأحياء والحصول على معلومات كهذه هو بطبيعة الحال أي فرد يكون مسلح هو خطر وبالتالي وأي جماعة تملك السلاح هي خطرة لكن نحن نستطيع أن نتعامل مع هذا الخطر في إطار الحدود الآمنة بالتأكيد أثناء المواجهات والاشتباكات لا تعرف بالضبط من أطلق عليك الرصاصة في وقت معين أو من أراد تخويفك أو من أراد أن يقوم بأي مسألة من المسائل التي يمكن أن يلتبس فيها الموضوع حتى لا تعرف بالضبط من هو مصدر القلق في هذا الأمر فنحن نتعامل بحذر مع الخطر هذا وبالتالي لدينا مصادرنا ونحاول أن نتحرك بسهولة في إطار الممكن في إطار المعقول وأننا تحدث هنا أنت مراسل كيف تغطي هذا الموضوع ولكن أتساءل هنا أنت مراسل ولكنك يمن أيضا تراقب بلادك العاصمة تنهار يعني الحكومة تستقيره الرئيس وحصار المقر وإلى ما شابه يعني ماذا تشعر في هذه الأثناء في الحقيقة في الصباح الباكر يوم بدأوا بضرب دار الرئاسة أول شعور اختلجني بعيد عن عملي كمراسل في تغطية الخبر هو عائلتي في تلك اللحظة بدأ شريط متلفز شريط يشبيه شريط السينيما ريتا عندما يمر بسرعة في الذاكرة عندما بدأت أسمع الضرب وأرى الدخان يتصاعد من دار الرئاسة وأنا بيتي بجوار على مقربة من أحياء بسيطة من دار الرئاسة ظهر أمامي شريط متلفز أو صور عديدة أهلي كيف سيكونون هل يمكن أن تكون عائلتي نازحة هل يمكن أن يتعرض أخي مثلا للضرب يعني أنا كنت أشتغل تقارير معينة في مسألة النازحين هل يمكن في يوم الأيام أن أكون أحد هؤلاء النازحين هذه الأمور كلها كانت تحضرني بسرعة البرق إن شاء الله لا تكون في هذا الموقف وائل وانتمنى السلامة لك ولعائلتك وطبيعة الحال لكل الشعب اليمني في هذه الظروف أشكرك جزيلا وائل عنسي مراسل الأسبوع من اليمن على مشاركة شكرا لكم شكرا لكل من تابع هذه الحلقة نلتقي مجددا الأسبوع المقبل ومزيدنا الأخبار على رأس الساعة شكرا للمشاهدة